بين جحيم الصيف الملتهب وانقطاع التيار الكهربائي يقف طلاب الشهادة الثانوية في وادي حظرموت في حيرة من أمرهم وهم يواجهون أسئلة الامتحانات النهائية في ظلام دامس يعكر أجوام ذاكرة دروسهم وأداء امتحاناتهم وسط انطفاءات تصل إلى 12 ساعة يوميا طفية الكهرباء يواقع هنا في مشاكل في طفية الكهرباء عندما نذاكر في الليل أو في النهار خصوصا عندما تطفي في النهار فتزيد درجة الحرارة تزيد درجة الحرارة ويشتت تركيزنا أما في الليل لا نستطيع المذاكرة بسبب الظلام وإذن بسبب مشكلات الحرارة وعندما نقوم للفجر المذاكرة نجد الكهرباء مطفية وفي الليل مطفية فلا نستطيع المذاكرة والمنهج طويل لا نستطيع المنبوى وإذن في قاعة الاختبارات عندما نحل الاختبارات والأسئلة تواجهنا أيضا مشكلة الطافي في وجود الحرارة أكثر من خمسة آلاف وثمانمائة طالب وطالبة من أبناء وادي حضرموت يخوضون امتحانات انهاء المرحلة الثانوية موزعين على واحد وخمسين مركز امتحانيا وهو ما جعل من مدراء المراكز الامتحانية يلجأون إلى استئجار عدد من المولدات الكهربائية لمواجهة انقطاع التيار الكهربائي من أجل تهيئة الظروف أمام الطلاب لسير الامتحانات كل ما نعاني في سير الاختبارات هي الأجواء الحرة التي نعيشها في ظل انقطاعات الكهرباء المتكررة والمزعجة والتي تؤثر سلبيا على الطلاب في مذاكراتهم في بيوتهم وتؤثر عليهم أثناء سير الاختبار نحن في دارة المركز الاختباري قمنا باستئجار ماطور مولد كهربائي لغرض سد الحاجة أثناء الانقطاع وللأسف أنه في يوم الاختبار يتكرر الانقطاع بشكل مستمر مما يكلف دارة الثانوية يعني مبلغ باهظ في ظل يعني عدم وجود دعم حقيقي ومستمر لدارة المركز ترد الخدمة الكهربائية في وادي حظرموت بصورة غير مسبوقة نظرا لكثرة الأحمال وخروج عدد من المولدات عن الخدمة وضعف الصيانة المستمرة كما يقول ويبر القائمون على مؤسسة الكهرباء لكن الحلول الجذرية تغيب عن خططهم غير أنهم رفضوا التعليق لبرنامج أضواء سهيل حول أسباب الانقطاع المتكرر والطويل الصعوبات التي تواجهنا نحن كطلاب ثالث ثانوي أو الطلاب بشكل عام هو انقطاع التيار الكهربائي المستمر الغير مبرر فنحن نواجه صعوبة سواء في المدرسة وسواء خارج المدرسة في موضوع الكهرباء لأنه أنت الآن يعني في وسط لجنة الاختبار في القاعة حق الاختبار وتحتاج إلى ما يساعدك على أنك تحل فدرجة الحرارة العالية هذه يعني تشتت التركيز وتخلي الذهن مش صافي وهذا أيضا يعني شيء متعب جدا مع مرور السنوات وتوسع المدن يرتفع نسبة الطلب على التيار الكهربائي بصورة تردية إلا أن كهرباء وادي حضر موت ما زالت قدرتها محدودة ولا تغطي الاحتياج اللازم ولم ترفد بعد بمنظومة كهربائية تلبي احتياجات السكان وحاجتهم للكهرباء خصوصا في فصل الصيف الأكثر حرارة ومعاناة وجحيما عن كل عام فهم برماده قناة سهيل سيئون